قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إن شابين فلسطينيين قتل متأثرين بإصابتيهما نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية على محافظة جنين ليرتفع بذلك عدد القتل الذين سقطوا منذ أمس الأربعاء في الضفة الغربية إلى خمسة وأصيب عدد من الفلسطينيين في قرية كفردان جنوب غربي جنين في مواجهات وقعت مع الاحتلال هذا واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من القرية بينهم ثلاثة من إخوة الأسير أيهم كممجي أحد الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع في شهر سبتمبر أيلول الماضي في حين اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة اليامون شمالية جنين ودهمت عددا من المنازل واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل هذا وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يتجه بشكل متسارع نحو التدهور ما لم يكن هناك تدخل دولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية بغزة حالة التعبئة العامة ودعت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لها في غزة إلى مزيد من الاستنفار والجاهزية دفاعا عن المسجد الأقصى نناقش هذا الموضوع مع الباحث في الشأن الإسرائيلي معتصم سمارة من رام الله مساء الخير أستاذ معتصم مساء الخير أسعد الله ومساك وزير الدفاع الإسرائيلي بري جانس يهدد بجدياح جنين ما دلالات هذه التصريحات وهذا التصعيد يعني أعتقد أن هذا التهديد هو موجه بشكل أساسي إلى السلطة الفلسطينية لتكون بدور أمني أكبر بكثير مما تكون به حاليا مع أنه لو اشتاح جنين لن يعني يحصل على أكثر مما يحصل عليه حاليا هو يشتاح ويدخل المدينة صباحا ومساءا يكون بالاغتيال والاعتقال والمطاردة وكل ما سيفعله لو اشتاح المدينة بأكملها يفعله الآن أعتقد أن هذا التهديد بهدف دفع السلطة إلى مزيد من العمل ضد المقاومة في هذه المدينة البعض يحذر من أنه قد يحصل غدا عيد الفصح اليهودي وقد يحصل اقتحام للمسجد الأقصى يعني هو في كل عام يحدث هذا الاقتحام الخطورة في هذه المرة أن هناك جماعات يمينية متطرفة تدعو إلى ممارسة شعيرة تقديم القرابين وهي ذبح الخراف أو ما شابه من الضان في داخل المسجد الأقصى ونشر الدماء في ساحاته إذا ما حدث ذلك أعتقد أنها ستكون نقطة تفجير للأمور بشكل موسطع أكثر مما نشهده حاليا بكثير وكيف أثر هذا التصعيد عموما على الحالة الفلسطينية الآن لا نسمع كثيرا عن طرف ما يتصدر المشهد بقدر ما نشهد أو يلحظ المتابع حالة عامة فلسطينية في وجه سياسات الاحتلال نعم هذا صحيح ليس هناك من إطار معين أو أحزاب أو فصائل أو حتى أي جهة رسمية تتبنى التصعيد أو رد فعل على التصعيد الصهيوني عفوي شعبي من قبل الشعب الفلسطيني بشكل عام ولكن إذا ما استمر وتطورت الحالة أعتقد أنها ستصبح أكثر تنظيما وتأطيرا وربما تمتد إلى انتفاضه وإلى أي درجة الوضع السياسي المتأزم داخل إسرائيل واحتمال انفراط عقد يعني الاتلاف الحكومي يلعب دورا ربما في هذا التصعيد يعني نعم بالذات في هذه النقطة هناك تناقض عجيب في هذه القضية لأن هذه الحكومة هي حكومة متأرجحة وهي أقرب إلى الانهيار وهي باعتقادي تمارس شيء ربما لا تسعى إليه هي لا تحبذ التصعيد ولا تريد لتصعيد قادم أن يأتي قد يعجل في نهايتها ولكن في اعتقادي إذا ما أدركت وبالذات قوى اليمين المتطرفة وهي التي تسيطر على الحكومة رئيس الحكومة بالذات نفتالي بنت ومن معه من الأحزاب اليمينية كما شعروا أنهم فعلا ذاهبون إلى سقوط الحكومة سيزيدوا من وطيرة القمع والعدوان على الشعب الفلسطيني بهدف الحصول على أكثر أصوات في الانتخابات القادمة هكذا سيفكرون قلت أن إسرائيل تسعى إلى الضغط على السلطة الفلسطينية أو دفعها لزيادة القبضة الأمنية كيف يبدو موقف السلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية في موقف لا تحسد عليه للأسف لأنها عمليا تتبنى خط معين ضد الحركة الشعبية التي تجري في الشارع حاليا وهي بالمناسبة تكون بالاعتقالات بين الفينة والأخرى ربما أمس وقبل أمس مارست الاعتقال ضد الفلسطينيين ولكنها أعتقد أنها تسير بخط معاكس تماما لما يتبنى الشارع الفلسطيني وهي بذلك تدخل في أزمة حقيقية أمام شعبها وهي مهما فعلت من زيادة الإجراءات سيبقى الاحتلال يقول أنها مقصرة وأنها لم تكن في واجبها فهي لن ترضي الشاعب ولن ترضي الاحتلال في الحالته بالعودة إلى جنين تحديدا والتصعيد الحاصل حاليا إلى أين قد يصل في نهايته؟ يعني يصعب الإجابة على السؤال ربما لأن السيناريات كلها مفتوحة قد تنتهي هذه الهبة مع نهاية رمضان أو قبل ذلك وقد تتطور وإذا ما تطورت فكل شيء مفتوح الاحتلال يعني يسعى بشكل عام إلى القضاء على أي بؤرة للمقاومة مهما كانت صغيرة وهو يحاول قدر المستطاع يعني أن يفرض سيطرة تامة على المناطق الفلسطينية لصالح سياسات الاستيطان الاستعماري وصالح المستوطنين وهي بالمناسبة تزيد شيئا فشيئا وتترتفع وطرتها وبالتالي ردة الفعل الفلسطينية ستكون عليها متوقعة وفي هذه الحالة السيناريات مفتوحة ولا أحد يستطيع التوقع ما هو القادم وما ردة الفعل الفلسطينية التي تقول متوقعة يعني إذا تحدثت عن الصعيد الرسمي للأسف هناك تقصير كبير تقصير سياسي نحن سمعنا أنه سيعقد اجتماعا لسا يوم الأحد تخيل أن الأحداث تجري منذ أسبوع والاجتماعا للقيادة سيكون الأحد القادم ربما يعني زي ما بقول بعد ما خربت مالته أما ردة الفعل الشعبية فهي بتوسع وانتشار وازدياد رأينا في جنين ثم في نابلس وأمس في طول كرم وفي رمالة اليوم وغيرها ردة الفعل الشعبية تتوسع وأعتقد لما استمرت ستصبح هناك أكثر نصيب وحضور للفصائل وهذا يقودها إلى أكثر تنظيم وترتيب شكرا لك معتصم سمارة الباحث في الشأن الإسرائيلي حدثتنا من رمالة